السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رحمة العبد من قناة الدروسة عالمية اونلاين ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الثاني الثانوي هناخد النهاردة هناخد كل ما يتعلق بكلمات من مراضفات متضادات تعبيرات لغوية وهنتعرف على افضل طريقة نقدر نفرق بيها بين المشتقات اللي معظمنا بيشتكي منها وهنشرح الجرامر بالتفصيل ونعلق على كل التركات اللي ممكن نوعه فيها ونفرق بينه وبين الازمنا التانية وهنحل على ده كل اسئلة ونقول السبب بتاع الحل يلا نبدأ مع اهم الكلمات في لسونس 1 and 2 Connect Expansion Facilities Facilities Give up on Give up on Go down Go down High tech Network Passanger Passanger Public Transport Public Transport Public Public System System Transport Transport Underground Underground The Underground The Underground هم كلمات Aid Aid Affordable Affordable Authority 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 Available Available Central 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 Check in Check in Coast 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 Complete 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 Construct Construction Controls Controls Capt cheapest Create create, debate, debate, disagreement, disagreement, discussion, discussion, instead, interrupt, introduce, involve, length, line, monorail, monorail, new administrative city, new administrative city, operate, operate, operating system, operating system, persuade, persuade, pollution, pollution, practice, practice. نكمل أهم كلمات داوت هنا داوت 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 د improve improved improved including increase precise precise private private production railway replace replace schedule schedule security security serious serious size size suburb suburb talk show talk show total total tunnel tunnel understanding understanding بعد كده definitions تعرفات لأنه طمع فيها سلف الاختيارات خاصة بالتعرفات اول حاجة expansion توسع او التمدد او تضخم an increase in the size or length of something زيادة في حجم او طول الشيء تنفع تسهيلات او انتيازات او حتى المرافق زي المرافق العامة مثلا places اماكن buildings مباني او اجهزة that are used او معدات that are used for an activity تستخدم لنشاط معين high tech ذو تقنية عالية describing something that uses a lot of new technology لموصف شيء بيستخدم الكثير من التكنولوجيا الحديثة يبدأي ذو تقنية عالية network شبكة and system that or any system that has a lot of connected parts يعني نظام في ايه اجزاء مرتبطة مع بعضها كثيرة transport وهسئل النقل او الموصلات buses trains or trams تنفع اتوباسات كطارات tram that anyone can use to travel around اي شخص ممكن يستخدمها عشان يتنقل او يسافر بها دي بقت ايه نحل بقى السئلة تمام يريد بقى عشان تستفيد اكبر استفادة ممكنة من الفيديو يريد توقف الفيديو على السئلة اللي بتظهر قدامك وحل قبل ما نحل عشان تقدر تشوف اجابتك صحة ولا غلط وتعرف السبب بتاع الحل وطبعا قبل ما حل برجع كلمات كويس جدي نشوف نمر 1 ايجيبت is a building or is building a modern مصر لوقتي بتقوم ببناء modern ايه حديث يعني off roads والطرق and flyovers والكبر العلوية طبعا دي كلها في بعضها اسمها ايه اسمها شبكة يبقى ايه يبقى network number 2 huge chips اللي هي سفن العملاقة الضخمة not passengers and goods between Egypt and Saudi Arabia طبعا بتقوم بتقوم بنقل المسافرين والبطائع بين مصر والسعودية يبقى ينقل يعني ايه transport يبقى letter C number 3 not all people like it win prices نقط وحطي لنا فلسطوب نقطة وكمل جملة جديدة producers hate it بقولك مش كل الناس بتحب الاسعار لما يحصل لها ايه لان المنتجين بيقرهوا الكلام ده طبعا ايه المنتج اللي هو بينتج الشي هيقره الاسعار ترفع ولا تقل طبعا تقل يبقى هنا go down تنخافض letter D number 4 the noat runs on electricity ايه طبعا اللي يضار بالقهرباء طبعا اللي يضار بالقهرباء هو المترو يبقى ايه the underground طب facility فسيليتي يعني تسهيلات او زي مونا تسهيل او مرفق معين construction بناء او تشييد schedule جدوة المنفعوش number 5 using forms of public will help solve the traffic problem استخدام اشكال ايه العامة بتساعد في حل المشكلة المرور طبعا المواصلات العامة يبقى ايه يبقى transport اللي يضار دي تمام number 6 the 6th of October aswan railway will هنا اكتوبر 6 اكتوبر طبعا واسوان عاملين خطس كحدث بينهم الخطس كحدث هيعمل ايه بين القاهرة وبين الصعيد ابر ايجبت يعني الصعيد طبعا هيربطهم ببعض يبقى ايه يبقى connect letter a تمام number 7 the note of cities mustn't be at the expense of farmland ايه طبعا اللي خاص بالمدن لا يمكن mustn't be لاجب ان يكون عاديو لك ايه بقى as the expense على حساب farmland الارضة الزراعية وعاديو لك التمدد في انشاء المدن يبقى ايه expansion letter c تمام number 8 smartphones have the conference call نقط هزول لك اللي هي الاجهزة الحديثة يعني اللي هي الاجهزة الذكية اللي بتطير تخش على الانترنت فيها حاجة اسمها conference call ايه دي طبعا بالنسبة لها تعتبر ميزة انها ممكن نعمل اتصال جماعي بين الناس في مؤتمر او كده يبقى ممكن اقول ايه facilities لان احنا facility معناها ايه ممكن امتيازات او مرافق فهنا امتياز تمام number 9 we have installed a security system احنا هنا امنا بتثبيت install يعني يسبت حتى يقولك انا بسبت التطبيق على الجهز عملت له install يبقى يقولك we have installed a security system نظام امني ايه طبعا هيبقى هنا عالي التقنية يبقى high tech تمام number 11 windows is a very common operating نظام التشغيل الويندوز ده يعتبر نظام التشغيل العام وشائع يبقى system يبقى letter c طبعا فيه الويندوز فيه الاندرويد تمام number 11 the underground is a form of not transport المترو يعتبر شكل من اشكال المواصلات الهين طبعا المواصلات العامة يبقى public transport letter a number 12 نوات aren't allowed to smoke on means of transport من اللي مش محسن علوم يدخنهم في وسائل المواصلات طبعا المسافرين يبقى passengers letter d number 13 although الرغم ان هو عمره اكبر من سبعين سنة he hasn't doing sports هو طبعا ايه رغم ان هو عمره اكبر من سبعين سنة هنا بقى 70 يعني سبعين سنة هو طبعا لم يتوقف عن لعب الرياضة يبقى ممكن اقول given up وممكن على فكرة كمان given up on اللي هي معناها يتوقف عن لو انتم فاكرين يبقى تبقى هنا letter a and b تمام number 14 I have a car I don't have to take the bus انا عند عربي ايه وانا لا اريد او انا مش مضطر ان ااخد الاوتوبيس يبقى عند عربية خاصة يبقى private car letter c number 15 مصر محمد مصر محمد طبعا يعجل انه ايه انه المفروض ان هو بيعمل ايه بيقدم زي بقولهم نقطة مهمة في المناقشة يقدم يعني ايه طبعا هنا تبقى introduced يقدم number 16 a note is usually quieter than the city center ايه المكان اللي يعتبر اهدى من وسط المدينة طبعا هاتكلم على الضواحي اللي ايه او الضواحي اسمها ايه suburb letter a number 17 I have a busy no unto day انا عند النهاردة ايه مزدحم ومشغول طبعا جدوى المواعد مشغول هنا يبقى ايه يبقى schedule letter b number 18 I want my mother to not my father to let me join the school trip والله انا عاوز ماما يقوله يتقنع بابا انه يسمح لي ان انا اشترك في راحة المدرسة يقنعي عن ايه persuade تمام letter b number 19 I bet for everything I had ordered انا دفعت طبعا لكل شيء انا طلبت اعمل لكوما the delivery the delivery fees delivery fees لالتكاليف ونفقات بتاع التوصيل يبقى حتى كمان مشتملا على يبقى including letter a تمام number 20 try to enjoy what is not in your hands حاول تستمتع باللي ايه بالمتاح في ايدك يبقى available وديت يا جماعة نستخدمها في المذاكرة واحد لو متاح لك الشيء اللي متاح لك وانت بتذاكر ذاكر بيه واستخدمه تمام؟ ما ندورش على حاجة غالية عشان تجيبها عشان تقول ليه انا عاوز اعمل زي فلان تمام؟ number 21 the user guide tells you how to not a device اللي هو المرشد بتاع الاستخدام او الارشادي يكتب الارشادي يبقى مع الشيء يعني طبعا بيعرفني ازاي اعمل ايه ازاي اشغل الجهاز ده يبقى operate لان كلمة operate معناها يشغل الجهاز تمام number 22 naturally بصورة طبيعية people like any increase in their income طبيعي الناس بتحب اي زيادة في الدخل بتاعها in this utterance في العبرة دي the word increase is a or an كلمة انجريز هنا تطور ايه وقولك اي زيادة كلمة اين وصام لما يجو قبل كلمة يبقى ده ايه يبقى ده نون يبقى هنا letter a noun اسم تمام number 23 smartphones are now available at not prices الهواتف الزكية اصبحت الان متاحة باسعار ايه طبعا اسعار زي بولك في المتناول متاحة ان الناس تقدر تشتريها يبقى affordable تمام ممكن الناس تشتريها وفي المتناول number 24 building the new administrative capital بناء العاصمة الادرية الجديدة اللي هي new administrative capital العاصمة الادرية الجديدة the building of two monorail lines هما بنوها ومن ضمن اللي بنوه والبناء بتاعها بيشامل على انهم عاملوا خطين monorail لو اوحد الايه الخط يعني يبقى involves letter D number 25 I doubt this information انا بشك في المعلومات دي I think it's not اعتقد ان هي مش A بدل بشك فيها يبقى اكيد ان ديها معلومات مش دقيقة يبقى is not precise letter A number 26 the research the importance of planting trees والله عايزوا ان البحس ده بيعمل ايه البحس ده بيأكد على اهمية زراعة الاشقار يؤكد يعني ايه emphasizes letter C number 27 the committee اللي اللقنة are not the possible solutions to the problem والله اللقنة بتعمل ايه اللقنة هنا بتناقش حلول ممكنة للمشكلة يبقى تناقش يعني ايه يبقى letter B debating تمام number 28 while a traditional train moves on two rails يبقى بينما الكتار التقليدي بيتحرك على يعني اتنين من القضمان السيك الحديد A or an movers on one rail في هنا خطأ يا جماعة كلمة movers دي غلط المفروض كانت يبقى ايه المفروض يقول لي هنا moves بس يعني هنا المفروض حرف اليدة اشتبو او الاربع الار هنا حرف الايدة اشتبو خطأ بورد يبقى ايه يبقى moves تمام نكامل بقى هنا طبعا ايه اللي بقى اللي بيتحرك على قضيب سكة حديد واحد طبعا الكلام تعالي هو ايه monorail تمام number 29 when someone is talking it's impolite to them لما يكون شخص يتكلم طبعا من غير الادب اننا ايه اننا اطع يبقى ايه يبقى interrupt يقاطع الحديث number 30 definitions of tarifat a place نقط او كومة building or equipment طبعا مكان او مبنى او اداة او معدات that is used for an activity is known as تستخدم لعمل نشاط معين معروفة باسم ايه طبعا هنا هتكلم على المرافق او ايه مرفق من المرافق يبقى ايه يبقى facility number 31 an increase in the size or length of something is called الزيادة في الحجم او الطول بتاع الشيء بنسميها ايه اللي هو التمدد والتوسع expansion تمام number 32 the now and not refers to two buses الاسم ايه اللي هو بيشير الى التبسات trains القطارات or trams او حتى tram that anyone can use to travel around اي شخص ممكن يستخدمه عشان يسافر بي يبقى هو ايه طبعا انا بكله مين على ال ايه transport تلمة مواصلات تمام number 33 any system that has a lot of connected bars اي نظام لها اجزاء مرتبطة مبعضها متربطة يعني is called بنسميه ايه يبقى network له الشبكة number 34 not means using a lot of new technology معناها باستخدم تكنولوجيا كتيرة او حديثة يبقى ايه يبقى عالي التقنية يبقى high tech تمام ننجي بعد كده الجزء الخاص بالفكالبار الستاضي دراسة كل ما تعلق بكلمات هاخد اول حاجة verbal applications متلازمات لفظية يعني ايه متلازمات لفظية فعل بيجي مع تعبير معين بيدي معنا معين لو غيرنا الفعل او التعبير اللي بيجي معاه او كلام اللي بيجي معاه بيتغير المعنى عشان كيسمها متلازمات لفظية build a metro line ينشئ خط مترو ينشئ خط مترو يعني يحدث ننجي بعد كده المتراضفات المتراضفات كلمة synonyms ممكن تبقى بكلمة تانية meaning ممكن يقول لك احنا ممكن نستبدلها بي تمام ممكن يقول لك these words الكلمتين دول are the same هما نفس الكلام يعني نفس الشيء تمام نقول بقى كلمات هنا connect يعني يربط او يوصل طبعا بتساوي السنون بتاعها join attach associate او associate والمعنى ينصح او نطئين صح associate او associate link expansion توسع اعتمدد بتساوي growth facility موهبة او ملكة ساوي talent public عام او قومي بتساوي national public لو معناها مرموق او paris بتساوي prominent او will known طب الانتونيمز المتضدات كلمة انتونيمز ممكن تيجي بمعنى تاني او بايه كلمة تانية اسمها opposite ممكن يقول لك it can't منفية it can't be replaced by لا يمكن استبدالها بي ممكن يقول لك هي او كلمة اللي بيتكلم عليها يعني they are different مختلفين مثلا connect يربط او يوصل الانتونيم بتاعها disconnect او dissociate تمام expansion توسع وعي وتمدد الانتونيمز بتاعها contraction انكماش او تقلص public بمعنى عام او قومي مضادها private public بمعنى مرموق او بارز الاغذب بتاعها او المضاد obscure او unknown public بمعنى على الملأ بتساوي او عكسها هنا بقى secret اللي هو ايه سري drift في زها المشتقات ايه بقى المشتقات دي يا مستر المشتقات عشان تعرف فهي لازم ان تاخد بالك قوي من كم حاجة قلتلك عليها قبل كده واهولها تاني عشان الناس اللي بيتابعوهونا لاول مرة زي ما انا كنتب قدامك كده اول حاجة ازاي اعرف الفعل الفعل دايما بيبقى ممكن ييجي اول كلمة في الجملة لو كان جملة امر بان جملة الامر المطبط تبدأ بمصدر تمام ممكن الفعل ييجي بعد الفاعل تمام الفعل ممكن يكون فعل اساسي او فعل مساعد حسب الكلام تقريبا ده مكان الفعل ممكن الفعل ييجي بعد النفي بتاع don't doesn't وdidn't انا بقولك على شوية حاجات بتعلم بهمه الفعل شى لما تبقى حافظ كلام ومش عارف توظفه هتتلاحبط لو ما عرفش كلام ده تمام ممكن الفعل كمان ييجي بعد ايه بعد كان بعد شود بعد ويل الهيه الافعال الناقصة تمام ده ما كان الفعل نيجي بعد كده للايه لنوان الاسم الاسم طبعا ممكن ييجي اول كلمة في الجملة قبل الفعل في محل فاعل ممكن الاسم ييجي بعد الفعل في محل مفعول لانه واقع عليه الفعل ممكن الاسم وديه علامة احيانا ليه بيجي قبله ا 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 مش صفة. تمام? بعد كده ممكن تلاقي الاسم في بعض الاوقات بيجي قبله ذا وبعده دي علامات للاسم يا جماعة. قمال بقى الصفة ما كان ها فين في الجملة? الصفة احنا خدنا زمان الصفة تصف الاسم وتقتل قبله. تمام? وقولنا كمان ان الصفة لما بتيجي قبل الاسم. تمام? ممكن الصفة كمان تيجي بعد اللي هو ايه? ايام وازوار. كمان ممكن الصفة تيجي بعد افعال زي كلمة بمعانا يا يبدو التلاتة دول معناهم يبدو. فل وساوند ولوك. تمام? يعني ده مكان ايه? ده مكان الصفة. تمام? كمان ممكن نقول بقى عليه الزرف. الزرف ما كانوا فين فين جملة? الزرف احنا قلنا قبل كده. او الحال يصف الفعل ويأتي بعد ويصف الفعل ويأتي ايه بعد. وغالبا بيجي بعد الفعل. وغالبا بفيه الوال. تمام? طب ممكن ان الزرف او الحال ييجي قبل الصفة? اه ممكن. ممكن يجي قبل الصفة زي ما قلنا عشان يحدد مقدار الصفة مثال يا مصر مثال لو هتكلم مثلا على الطقس الفترة اللي فاتت دي الطقس كان برد جدا فقولت ايه ده البرد كان برد قارس انا جبت هنا كلمة معنى بارد دي صفة جبت قبلها وده الظرف او حال عشان يحدد مقدار الصف واده مكان ايه مكان الظرف او الحال نجي بقى الكلام اللي قدامنا ده للمشتقات اللي قدامنا او كلمة كلمة يوصل او يربط الكلمة دي هتفعل مثلا حاول تربط الاسباب والنتائج خلي بقى لك ايه جابها بعد تو ما هي تو زائد المصدر تمام يبقى دي فعل رابط اتصال دي هتقسم شايف هنا جاب لك ايه ا وكمان هنا بقول لك حاول تعمل ايه هنا في محل مفعول حاول تعمل التواصل او اتصال بين الاسباب والنتائج تمام كلمة connected متصل او ذي صلة دي صفة شوف ما كانها فين بقى results are connected to causes النتائج متصلة بالاسباب شايف هنا جابها فين بعد verb to be وهنا يقول لك ايه مبني المجهول تمام يبقى الصفة ممكن تيجب بعد verb to be طيب ناخد كلمة expansion اللي هو التمدد او توسع الفعل منها expand يتمدد او يتوسع يقولك metals expand when they are heated expand دي هنا فعل جاي بعد الفاعل المعادن تتمدد لما يتم تسخينها expansion ده اسم ناون very high temperatures الحرارة عالية جدا lead to تؤدي الى the شايف زا expansion of metals تمام يبقى زا expansion هنا جايب لي الاسم قبل زا وبعد off وكمان الاسم في محل مفعود تمام expandable يعني قابل للتوسع والتمدد يقولك metals are expandable when they are heated المعادن قابلة للتمدد والتوسع when they are heated لما يتم تسخينهم هنا expandable دي صفة جايب بعد verb to be تمام كلمة facility لتسهيلات او مرافق يقولك facilitate يسهل او يوسر the rule of the teacher is to facilitate complicated points دور المعلم انه يقوم بتسهيل النقاط المعقد اذا هنا جايبها لي ايه كفعل facilitation هنا بقى التسهيل او التوضيح دي هات اس the rule of the teacher is the facilitation of complicated points يبني ان دور المدرس يكون هنا بقى هو facilitation ده اسم تمام جايب له قبل زا وبعده off تمام facilitator ميسر a teacher is more of a facilitator هنا يقولك ايه المدرس يعتبر ايه اكتر من ايه في العملات التعليمية هنا جايبها لي قبلها a لان دي اتنون facilities اللي ايه بقى قولناها التسهيلات او الامتيازات او المرافق او المواهب كلمة public يعني عام لو جايك اسم الجمهور او العامة يعني معظم الجمهور ضد الجريمة ده معظم الجمهور دي ايه دي ات في محل فعل دي اسمه طب لو صفة معناها عام او شعبي trains are public transport الكطارات تعتبر مواصلات عامة جايب كلمة public بصفة او كصفة يعني بعد فربي توبيل وقاموا ازوار هنا جايب بعد ايه بعد او تمام ناخد بعد كده بقى expressions and idioms تعبيرات ومصطلحات اول حالة along the coast على امتداد الساحل around the world حول العالم that for ضربي bring the total number to يصل بالرقم النهائي الى by the end of قبل نهاية كايرو مترو authority هيئة القاهرة مترو الأنفاء بتاع القاهرة يعني close to قريب من expansion work يعني اعمال التوسح او المد for or against مع او ضد يعني ايه are you for or against هل انت مع امضد forms of transport انواع وسائل المواصلات greater cairo القاهرة القبرى public transport network او system شبكة المواصلات العامة increasing زيادة في instead of بدلا من make it easier for يجعل من الاسهل بالنسبة لي مترو network شبكة المترو monorail line خط السكة حديد اوهاد القطبان over the next 10 years على مدار السنوات العشر القادر ما talk shop برنامج حواري 10 times the pollution of عشرة اضعاف التلوث الناتج عن total number الرقم النهاية او المجموعة underground network شبكة مترو الانفاء بقى كده ناخد الverb and prepositions الفعلة زياد حرف الجار connect نوعة 2 نوات يربط شيء بشيء expect to يتوقع عن get to يصل الى give up يقل عن او يستسلم go down يقل او ينخفض او يهبط plan 2 او plan 4 يخطط لي او من عجل stop نقط from يمنع شيء من ان travel around ينتقل في انحاء work for يعمل لحساب نحل بعد كده الاسئلة الخاصة بالvocabulary vocabulary study زي ما اتفقنا واقف الجزء لقدامك لزار قدامك من الاسئلة حل الاسئلة دي لوحدك بعد كده اشغل الفيديو عشان تعرف اجابتك صحة ولا غلط وعشان تعرف السبب بتاع الحل تمام نشوف حول حاجة number one when something is easy to get لما يكون في شيء سهل نحصل عليه obtain or buy او اشتري we say it is احنا بنقول ان ده ايه يعتبر متاح يبقى available لطربي تمام number two men's activities انشطة الانسان نقطة much pollution بتعمل ايه بتسبب طبيعي بتسبب ايه طبعا بتسبب تلوث كثير يسبب يعني ايه ممكن اقول cause تمام وممكن كمان اقول create ولا اتنين صحي بالتر a and c number three is expression shows تعبيراته تظهر ايه طبعا تعبيراته بتظهر الشك يبقى داوت لطردي تمام number four the new high tech monorail will connect the new administrative city to greater كايرو هزولك ان الخط اللي هو monorail احادي الخط هيربط مدينة الادرياء الجديدة او العاصمة الادرياء الجديدة بايه بالقاهرة القبرى here we can replace the verb connect تفاكر بقى لما قلت لك synonym بتسوي can replace جات لك هنا connect يعني يربط وز ايه يعني كلمة connect ممكن نستدلها بكلمة بتسويها اللي هي ايه اولا عندي هنا حكتين ينفعهم كلمة join تمام وكلمة link واللي تننصح فهول ايه letter c a and b number five when we say that someone is a public figure لما احنا نقول ان الشخص ده شخصية عامة we mean that they are not طبعا بقول ان الشخصية ده ايه طبعا هي كده not obsecure وطبعا هنا obsecure عكس كلمة public لان public هنا معناها ايه معناها مرموك او بارز وان عكس مرموك او بارز لها obsecure لو انت فاكرين او unknown لها مغمور او غير معروف تمام بعد كده number six he hadn't made up his mind هو لم يتخذ قرار حتى الان he not doubt هو بيظهر الشك يبقى he showed he showed doubt يظهر الشك number seven yousif is not a cooking course because he wants to start his own هو عايزوا هنا يوسف عايزوا لك ان بدأ يعني يقوم بأخذ كرس عن الطاهي كرس التدريبي يعني يبقى doing احنا قلنا do a cooking course يعني يؤدي تدريب او كرس التدريبي في الطاهي number eight there are plans for هناك خطط من اجل a new metro line من اجل ايه اكيد طبعا من اجل انشاء او بناء مترو جديد او خط مترو جديد يبقى building لطر ايه number nine expansion is to not as connect is to associate خلي بالك شاف اس ديات اس ديات بيجيب لسؤال بصيغة اسمها صيغة الانالوجي الانالوجي ديات يعني صيغة القياس بمعنى ايه انه بيجيب لك كلمتين قبل اس وكلمتين بعد اس الكلمتين اللي جابهم سوى اللي قبل قاز او اللي بعد قاز نشوف العلاقة بينهم ونجيب الكلمتين التانين زيهم بمعنى ايه لو فيه علاقة تضاد هجيب علاقة تضاد لو فيه علاقة تساوي هجيب علاقة تساوي لو جايب لي صفة من فعل هجيب صفة من فعل وهكذا تمام نشوف expansion is to not as connect is to associate كلمة connect وassociate دول المفروض بيساوي بعض تمام بمعنى يتصل تمام امال بقى هنا كلمة expansion لانشان ايه اللي هيساويها اللي هيساويها طبعا كلمة growth يعني النمو تمام يبقى هنا لتربي مظبوط نمور 10 رودينة has a wonderful facility for math رودينة عندها يعني ميزة رائعة بالنسبة للرياضيات the word facility in this sentence is the synonym of كلمة facility هنا في الجملة ديت تعتبر مرطفة ايه احنا بقول لهم عندها ميزة خاصة بالرياضيات يبقى هي عندها موهبة يبقى ايه يبقى talent بترسي نمور 11 the company plans not a new branch in Aswan هنهونا بلن ايه بلن طول مظر يبقى هنا to open تمام نمور 12 the underground is the best of transport in busy cities هدولك المتر الأنفاء هو افضل ايه في المواصلات يعني في المدن المزدحمة هو افضل شكل من اشكال المواصلات يبقى the best form لتردي نمور 13 the streets were crowded so I got the office late هنا اقول لك الشوارع كانت ايه كانت مزدحمة جدا عشان كده انا وصلت للمكتمة متأخر لو كلمة يصل الى احنا اصلها ايه get to الماضي got to يبقى لتر ايه تمام نمور 14 the internet not needs to be fixed وعايزوا لك ايه البقى خاص بالانترنت محتاجة نحن نصلحه ايه كطعهم بيكلم اتصال الانترنت يبقى connection تمام لتر ايه نمور 15 this exercise the arm muscles عايزوا لك التمرين ده بيعمل تمدد واطالة لعضلات الزراعة يبقى ايه ب تمام طب انا جبت اولا الجملة بدأ بايه بفاعل والفاعل بعده بفاعل فهاجيب وحطه لقص عشان ده مفرد تمام نمور 16 this exercise leads to the the arm muscles التمرين ده يؤدي الى شوف لقى يجب لك ويجب لك بعده وهنا تعتبر في محل المفعول يبقى عايز تمام يبقى تؤدي الى تمدد عضلات الزراعة تمام نيجي بعد كده الجزء الخاص بجرامر هنكلم في جرامر النهاردة على زمن المستقبل التام هنكلم عليه ونشوف الفرق بين وبين المستقبل المستمر والمستقبل البسيط عشان لو فيه تدخل بينهما للحاجة تمام اول حاجة في ايه زمن بنخطه طبعا الجملة المثبتة لما كن بكلم في الجملة المثبتة فهبدأ بفاعل لاني بتكلم على جملة مبني معلوم اللي هي الاكتف لو اتكلم في البسيط هبدأ بمفعول يبقى المثبتة في المعلوم تبدأ بفاعل والمجهول يبدأ بمفعول افتقر المجهول مفعول تمام شوف المثال كده هنكلم على تكوينه واستخدامه كل حاجة دلوقتي بس خلابك من الشكل اللي قدامنا التكوين بتاع المستقبل التام والها فتصريف ثالث والها فإيه تصريف ثالث ده زيت ده في المبني معلوم طب لو كان مجهول مفعول والها فبين تصريف ثالث تاني مفعول والها فبين تصريف ثالث نشوف جملة هو يا سوف يكون قد قام بعمل بحلول اغسطس القادم طب لو أنا عايزة أخليها مجهول هو المفعول فين المفعول هو المنزل بدأت بيه دهاوس طب هجيب تمام هاف زي ما هي اجيب من عندي يعني ايه يعني المنزل سوف يكون قد تمنا تزيينه او عمله بحلول اغسطس القادم تمام طب الجملة المنفية كل اللي هعمله هحطه كلمة جنب ايه جنب كلمة هتبقى في المعلوم هجيب هو لن يكون قام بعمل للمنزل بحلول الساعة السادس طب لو هجيبها مجهول هابدأ بايه بالمفعول لان دايما ان جملة المجهول تبدأ بمفعول ايبادة هاوس اجيب زي ما هي تمام هاف زي ما هي بس اجيب من عندي كلمة بين ايبادة هاوس المنزل لن يكون قد تم عمله او تزيينه يعني بحلول الساعة السادسة تمام نشوف بقى السؤال بنوعينه لو هسأل بفعل مساعد هابدأ الى اول طبعا بول لان هي الفعل مساعد هنا جبت بعدها فاعل وهاف تصريف ثالث طب لو مجهول هجيب ومفعول المرة دي مش فاعل وبقى كده هاف بين وتصريف ثالث مثلا هل هو سوف يقوم قد قام سوف يكون قد قام بعمل للمنزل بحلو وغسط قادم لو ام بكانت هول ياس هي وال او نو هي وام طب لو عايز اجيبها مجهول ويل ذا هاوس هاف بين بلكز ان بعد ويل بيجي مفعول بعد ويل بيجي ايه مفعول بدل جاب بعد ويل مفعول يبقى انت بتكلم في المبنى المجهول يبقى هاف بين تصريف ثالث يبقى ويل ذا هاوس هاف بين ديكوريتد باي نيكست اوغسط السؤال بقى بتاع تاتر السفام زي سؤال ويل بالزبط بعد فرقة بسيطة انه بجيب قادة تاتر السفام قبل ويل فمثلا وين ويل هي هاف ديكوريتد زا هاوس متى سوف يكون قد قام باعادة او بعمل تزيين وديكور للمنزل لو هجيبها في المجهول وين ويل ذا هاوس هجيب دي المفعول المرادة هاف بين ديكوريت تمام نجيبها للاستخدام انت جيب زمن المستقبل التام اول حاجة لما كنت بتكلم على شي قد تم وتركه في المثال قبل او بحلول وقت معين في المستقبل عند حكتين اهو تم قبل او بحلول وقت معين في المستقبل عادة بنجيب معاه كلمات زي ايه ده باي زا تايم ديس تايم بيفور او باي مثلا ماي صن احمد ويل هاف ستارت سكول باي نيكستو اكتوبر يعني ابني احمد سوف يكون قد قام ببداية الدراسة بتاعته بحلول اكتوبر القادم يبقى هنا هيكون تم الحدث ده يا ايما بحلول اكتوبر او قبل اكتوبر تمام بيفور ميد نايت تمورو قبل منتصف اليوم غدا بكرة رقايا ويلهاف استدد يونيت سكستين هتكون رقايا قامت بدراسة الوحدة الستاشر في الوقت ده العام القادم هتكون شركتنا حققت نجاح عظيم يبني بتكلم في المستبل في وقت ايه او قبل وقت محدد تمام ممكن اجيب تعبيرات زمنية بتدول على المستبل من غير بيفور ومن غير باي بس اجيب في الاخر بور ومدة زمنية اولها تاني تاني احنا مش قولنا في النقطة الاولانية ممكن اجيب بيفور وباي كتعابيرات زمنية تدول على المستبل مع المستبل التهم ممكن ما اجيبهمش بس شرط اجيب في الاخر فور ومدة زمنية مثلا في سنة الفين خمسة وعشرين مونا هتكون عاشت في المنزل بتاعها عشر سنين هتكون تمت عشر سنين في المنزل بتاعها المثال الثاني الاثنين القادم هكون قعدت في أسوان هكون تمت في أسوان أسبوع كامل امتى الاثنين القادم تمام النقطة ثالثة في الاستخدام بتاع المستقبل التام ممكن اجيب المستقبل التام عشان اعبر عن حدث سوف يكون قد انتهى او تم قبل حدث اخر يبقى عندي كم حدث عند حدثين في المستقبل واحد فيه ما يكون خلص قبل التاني يبقى اللي خلص قبل التاني ده مستقبل تام ده بقى بيتوقف استخدام بقى المستقبل البسيط بتعويله والمصدر او المستقبل التام والها في تصرف ثالث على معنى الجملة نشوف مثلا لما جيب after او once او once او when او the moment لما جيب ورها مدرع بسيط او مدرع تام الجملة التانية مستقبل او مستقبل تام باي نوع بقى نشوف كده المثال والمعنى عندما تغادر المكتب هكون قد خلص قمت بارسال الايميلات يبقى انا هكون اتميت ارسال الايميلات قبل ما انت ايه تغادر المكتب تمام طب نشوف المثال التاني لما تغادر المكتب لما تغادر انت الاول بقى هقوم بارسال بعد كده شوفتوا الفرية في المعنى تمام نشوف بقى حاجة تانية before او by the time ممكن نجيب مدرع تام او بسيط وغالبا مستقبل تام غالبا ايه مستقبل تام مثلا by the time I go home يعني قبل مروح I will have visited to friends هكون زورت اتنين من اصدقائي يبقى هكون تمت الزيارة بتاع اتنين من صحابي قبل ايه قبل مروح تمام ملاحظات بقى advanced على ايه المتفوقين خاصة بالزمن ده مستقبل تام وازمة مستقبل اخرى مع تعبارات زمنية تبدأ بحروف جر وظروف اخرى زي ايه this time tomorrow this time next Monday this time next week وهكذا ولك في نفس الوقت بتاع غدا في نفس الوقت بتاع الاتنين اللي جاي في نفس الوقت بتاع الزبور القادم in a year's time in four month time in five weeks time in an hour's time in ten minutes time شايفين كنا بالتايم في الاخر وفي الاول اين اللي في النص دي بقى هل هي apostrophe s ولا s apostrophe على حسب الكلمة لو مفرد زي الاولانية زي كلمة a year او the years apostrophe s لو جمع زي كلمة four month هجيب s apostrophe لو برضو جمع five weeks لو مفرد زي an hour هحطت apostrophe s يبقى الجمع زي 2 minutes هحط s apostrophe هحط s apostrophe والمفرد apostrophe s تمام في مثل هذا الوقت الجمعة القادمة هكون قد انتقلت بالفعل للشقة الجدة بتاعتي شفت المعنى بقى لو جبت ده اسمه مستقبل مستمر طب المعنى هنا يقولك في الوقت الجمعة اللي جاية هكون مستمر افناء الاشياء بتاعت للشقة الجديدة تمام نقطة تانية ممكن يجيب مستقبل بسيط في ظل وجود تعبرات زمنية مستقبلية تبدأ ببي لو كان الحدث لم يتم او هنا غير تام غير مكتمل للحدوث مثلا ببي بحلول سنة 2023 هنكون استطاعنا نرسل رسائل اللي هي نصية باستخدام قوة التفكير خلي بالك هو ما فيش حاجة بتدلع كلام دي دلوقتي فممكن في 23 احنا خلاص اصلا 23 الحدث ما اكتملش يعني الحدث غير تام اذا هنا هجيب ايه مستقبل بسيط مثال تاني بحلول 2040 يعني بحلول 2040 ناسة تكون بتستخدم مصادر طاقة متقددة للطاقة طبعا الكلام ده هيبقى غير مكتمل في 2040 فبالتالي جيبت مستقبل بسيط تمام الملحوظة التالتة يمكن استخدام الصغة تالية عشان تؤدي نفسي نوعنا المستقبل التام بقول لي expect to have من المتوقع ان يحدث يعني او يتم وتصريف تالت لصغة ما بالمعلوم وإحنا بقى expect بنتوقع to have built line 5 احنا بنتوقع ان احنا نكون ببناء الخط الخامس لمتر الانفاء مثلا بنهاية العام القادم جاب لي هنا طب لو مجهول هيجيب لي مفعول في الاول وام از ار واجيب لي expect to have been تصريف تالت مثلا احنا بنتكلم فوق في المسال الفات على الخط الخامس لمتر الانفاء هبدأ ب line 5 ان المتوقع انه يكون تم بنائه بحلول نهاية العام القادم جيد دورنا دلوقتي ما احل اسئلة على جزء الخاص بالجرامر جريت توقف الفيديو عشان تستفيد اكبر استفادة ممكنة من الفيديو حل الوحدك هيا كده اشغل الفيديو تاني طبعا بعد ما تكون ذاكرت وعشان تعرف اجابتك صح وغلط وعشان تعرف السبب بتاع الحل نبدأ مع نمبر ون اول حاج نقاط مداي هزولك هنا ايه بحلول زي بقولهم منتصف اليوم او منتصف النهار هزول انها عمر هيكون ايه اتصل بالولدين بتوعه بحلول وقت النوم تمام خلي بالك هو عمر هنا لا هيتصل ولا يتم الاتصال به لا هو لا هيتصل ازان عمر هنا فاعل بدل الجملة فيها فاعل في الاول يبقى جيب تكوين المستقبل التام والها في تصريف ثالث يبقى لتر ب تمام نمبر ثري عمر هنا بقى الولدين بتوع عمر طبعا هيكون ايه هيكونوا اتصلوا به تمام بحلول او هيكون تم الاتصال بيهم بواسطة هو بسطة عمر يعني بحل وقت النوم ازان عمر ده مفعول يبقى جملة مبني المجهول يبقى والها بيم تصريف ثالث يبقى لتر دي تمام نمبر فور بحلول الساعة العشرة الليلة اي نقط يبقى لك بحلول الساعة العشرة النهاردة بالليل هو انا كده بقولك استنى يومين كمان ازان هنا يكون ما خلصتش ايه تقديم الخدمة او تصلحه يعني يبقى هنا معلوم طبعا لان هنا انا فاعل انا اللي هقوم بالكلام ده نمبر فايف بحلول العشرة الليلة التابلت بتاعك هنا المفعول يبقى يبقى لن يكون تم تقديم الخدمة للتابلت بتاعك نمبر ساعة بحلول الحادي والعشرون من مايو هكون خلصت كل الامتحان بتاعتي النهائية اذا انا الفاعل انا اللي هكون خلص يبقى I will have taken لترسي نمبر ساعة on twenty first of may في الحادي والعشرون من مايو I know all my final exams هنا بقى ايه خلي بالك المرة اللي فات قال لي buy المرة دي بيقول لي on عشان ما طلخبطش طب هتبقى هنا ايه احنا قلنا ممكن اشيل buy وشيل before فاكرين ايه عشان ايه عشان اجيب زمن مستقبل ايه فاكرين مستقبل بسيط تمام يبقى will take تمام يبقى في يوم الحادي والعشرون من مايو سوف اكون ايه بقوم به او I will take هاكون باخد ايه الامتحانات النهائية تمام يبقى will take number eight when I leave eight for next year ولك لما غادر ايت في العام القادم I not there for twenty five years هكون عشت هناك حوالي خمسة وعشرين سنة هكون خلاص هعشت الفترة دي تمام وقبل في الاول مضرع بسيط يبقى الافضل في المعنى هنا ايه will have lived هكون تمت خمسة وعشرين سنة في المحياة في المكان ده number nine when you arrive home عندما تعود للمنزل I know on the meal لحد هنا في اكتر ميجابة تنفع لكن لما كمل قالك ايه you will find the table set for lunch ولك لما روح او لما تراوح المنزل هكون طبعا كنت باعداد المائدة خلاص الوجبة هكون خلاصتها انت هتبعا ايه you will find the table set for lunch هتجد الايه الصفرة جهزة يعني اذا الحاجات هتكون تمت خلاص في المستقبل يبقى ايه يبقى will have تصريف ثالث لتربي will have prepared number ten when you arrive home tomorrow لما تعود غادا I know on the meal I will wait for you to help me وهكون مستانيك عشان تساعدني اذا كده الوجبة مش هتكون خلاصت تمام اذا مش هنفع هجيب مستقبل تا تمام وما لها جيب هنا ايه الافضل هنا مستقبل بسيط لان الحدث الغير تا يبقى letter c I will prepare number eleven in a year's time في خلال مدة سنة I know to my new house I won't have to live in this narrow flat anymore يقول لك في خلال عام هكون طبعا ايه انتقلت الى مكان جديد انا مش قادر اعود او عيش في الشقة ده ايه مرة اخرى اذا هكون تمت الحدث ده يبقى ايه يبقى will have moved يبقى letter a تمام number twelve by twenty thirty بحلول الفين وثلاثين most Egyptians معظم المصريين will educated هكونوا متعليمين تعليم جيد انا بكلمين بحلول الفين وثلاثين هل كده الحدث سيكون مكتمل والله الموضوع هو الموضوع نزبي بس بعتقد ان الاقوى في المعنى ان will be will educated هجيب مستهبل بسيط لان الحدث هنا هيبقى ايه غير مكتمل تمام احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو تشترك في القناة تفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم مسترحمة العبد من قناة دروس تعلمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته